الإخلاص في العمل واحد من أهم الحاجات المطلوبة مننا كلنا ومطلوب من إنسان أنه يهتم بيها يمكن عشان فعلا نقدر نقدي عملنا على أكمل وجه ويكون فيه إخلاص وده طبعا بيترطب عليه أن يكون فيه قناعة ويكون فيه بركة في رزق الإنسان اللي ربنا بيرزقه به سواء كان رزق ده يومي أو شهري أهمية الإخلاص في العمل والقناعة في الرزق ده أعتقد واحد من الحاجات اللي هنتكلم فيه النهار ده حقيقي ده يا منا هنتعرف كمان على هذه المفاهيم مع ضفنا اللي مشرفنا وي اللي منورنا فيه الستوديو الشيخ بناء الخضر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضيلة الشيخ يا صباح الخيرات مشرفنا دائما ومنورنا صباح الفل يا فندم عليك وعلى الجمهور الكريم عايزين نتكلم على مفهوم الإخلاص بشكل عام سواء في الدين أو في العمل ومفهوم بقى الإخلاص من القرآن ومن السنة النووية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد في البداية بحي حضرتكم على هذا الموضوع الهام باعتباره من الحاجات الأساسية في الواقع المعيش اللي احنا بنتعامل به مع بعضنا وبنحسن بي علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى الإخلاص كلمة مهمة جدا ربما بنشوفها على أنها عنوان كبير يعني مش عارفين نوصل له وصعب علينا الإخلاص هو أن الإنسان مننا يستشعر رقابة ربنا عليه في كل حاجة ويؤدي كل حاجة بيعملها لله سبحانه وتعالى يعني سواء كان عبادة أو عمل أو معاملة بيعملها لله سبحانه وتعالى بعيدا عن رقابة فلان أو عن رؤية فلان أو غير ذلك وده مفهوم كبير شوية وربنا سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين فالحياة بما فيها كلها لله سبحانه وتعالى سواء الصلاة أو العبادة عموما والحياة بالعمل والنوم والأكل والشرب وكل التفاصيل لله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالإخلاص هو إن الإنسان ينسى إن البشر متابعينه أو شايفينه ويستشعر مراقبة ربنا سبحانه وتعالى يحضرني يا فضلت الشيخ حديث أو الحدثة اللي حصلت لصلي فإنك لم تصلي لما أمر رسول صلى الله عليه وسلم أحدا للصحابة أنه يعيد صلاته منه أكثر من مرة وفي كل مرة يقوله يقوله صلي فإنك لم تصلي وكثير من النصوص اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر وحض على الإخلاص وقال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه الكريم وربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية أنه هنا عن الشرك والشرك بمفهوم شرك الأصغر الشرك الأصغر بمفهوم اللي أتكلم عليه هو إن إحنا نعمل حاجة لحد تاني غير ربنا لأي حد تاني غير ربنا ولأي غرض تاني غير ربنا سواء كان الغرض دارياء عشان خاطر الناس تنظر لي أو سمعة أو شهرة أو حاجة يعني أنا عايز بيها مقصد تاني غير ربنا سبحانه وتعالى فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا ده الإنسان يوصله إزاي يوصله بأن يجاهد نفسه سيدنا الفضائل ابن عياط بيقول العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما وترك العمل لأجل الناس رياء إن الواحد أنا مش هعمل دي عشان خاطر الناس ما تقولش علي هو الإنسان يتحرر من رقبة الناس يعبد ربنا سبحانه وتعالى على إنه أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهو ده مفهوم الإخلاص إن ربنا شايفني في كل لحظة شايفني فإذا كان البشر مش متابعيني ومش شايفيني ومش ياخدين بالهم مني فربنا سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم طيب يعني لما نيجي نقول هل في علاقة بين الرضا وبين الإخلاص يعني فيه ناس تقوم قاية ما أنا يدوب على قد فلوسهم أنا حعمل شوية دول كده على قد الفلوس أنا حاجة متأخر نهاردة ومجراش حاجة وحلو كده واليوم متقضى وكده كل واحد لو راضي بحاله ومقتنع إنه هو ده رزق من الله سبحانه وتعالى وده ملوش أي علاقة بالسعي يعني نسعى أن احنا نتحسن ونسعى أن احنا يجينا رزق زيادة ونسعى أن احنا نترقى وكل حال ولكن أشتغل أيا كان الشغل المطلوب مني وأيا كان الأجر ما ارتضى الأجر فعليه العمل نعم هو فيه ارتباط وثيق جدا بين الإخلاص والقناعة والرضا لأن كل من كان مخلص المخلص ده مش بيراعي الناس ومش بيعمل عشان الناس ومش بيشتغل في وظيفته أو في مكانه عشان خاطر الناس وبيشتغل عشان خاطر دي رسالة ودي مهمة وربنا سبحانه وتعالى اللي أمروا بكده فبيشتغل مخلص لله سبحانه وتعالى طالما تحقق عنده الإخلاص مباشرة هيبقى عنده قناعة ويبقى عنده رضا ليه؟ إنه أدى ما عليه وهو عنده يقين أن ربنا قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء أي أن كانت الشغلان أي أن كانت الشغلان يعني حاجة بسيطة حاجة كبيرة حاجة فريقة في حياة الناس حاجة عادية جدا في كل الأحوال لازم تتقدى كويس؟ أي وظيفة كانت أو أي عمل كان صغير أو كبير فرب عمل صغير تعظمه النية إنه حاجة صغيرة خالص وربنا سبحانه وتعالى يعني يحثنا على ذلك وبسيدنا النبي بيبين إن أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن كان قليل فالحاجات الصغيرة والأعمال الصغيرة وفي ناس حاسة أن الكلام ده مش ليهم ليه لأنه ده ده حاجات كبيرة يا مولان لا مش ده في كل شيء في كل شيء كل ما كان العمل خالص لله سبحانه وتعالى كل ما كان فيه داخل الإنسان قناعة بأن أنا عملت اللي علي والباقي مش بتاعي عملت اللي علي وربنا سبحانه وتعالى هو اللي وعبني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهو اللي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلى ومستقرها ومستودعها وهو اللي قال وقدر فيها أقواتها فربنا اللي قال كده وربنا سبحانه وتعالى اللي قال إن وفي السماء رزقكم وما توعدون ويقسم بعدها بعد ما قال إن رزقكم في السماء مش في الوظيفة ولا غيره وإنت تعمل بس اللي عليك بخلص الله سبحانه وتعالى اكتهد في الأسباب والباقي ما تشغلش بالك بيه يعني خد بالأسباب والباقي ده بتاع المسبب سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون زي ما بتتكلم كده بزرط ففي ارتباط وثيق إن كتير من الناس عنده إشكالية في النقطة دي إن هو مش بيقدل عليه بالشكل المطلوب وفي نفس الوقت عايز كل اللي لي بأزيد من المطلوب أو بأزيد من المتحلي وده دي إشكالية كبيرة في مفهوم الإخلاص الناس فاكرة أن الإخلاص ده في العبادة بس أنا في المسجد أنا في المسجد ببقى مخلص لربنا سبحانه وتعالى وبحاول أكون مخلص يعني ومفهوم الإخلاص أكبر من كده خالص مفهوم الإخلاص في كل أمور الحياة وربنا سبحانه وتعالى في كل المعاملات الحياتية أمرنا بالإحسان ففيه فرق بين أداء العمل وبين إحسان العمل الأداء العمل ده كله اللي بنقديه الموظف اللي هو بيجي ومفروض يجي الساعة 8 ويمشي الساعة 2 بيجي 8 إلا 5 ويمشي 2 و5 هو كده جيه في الوقت المطلوب إنسجيته إيه بقى؟ هو أنت جيه هو أقدم صالح للناس ولا لأ وراع حق العمل عليه وقد حق ربنا عليه وأتقن العمل بتاعه ولا لأ دي قصة تانية خالص عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما كانت جيد دايما في الآيات القرآنية وحديث سيدنا النبي بيتكلم عن الإحسان مش إنك تيجي وتأدي زي أي حد لأد إنك تحسن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إن الله لا يضيع أجر مش من عمل من أحسن عمل اللي هو كان أعلى إنتاجية اللي هو عمل العمل خالص لله سبحانه وتعالى اللي هو أدى رسالته مش اللي هو جيه قضى وقت وعلى قد فلوسهم زي ما حضرتك بتقولي أو أو اللي هو كان بيتزرع بحاجة عشان خاطر ما يعملش المطلوب منه طيب فضلت الشيخ حاجة مهمة إزاي وفضيلة الإخلاص في العمل والوصول وإحنا زي ما فضلتك ذكرت يعني مش نتكلم فقط على الإخلاص في العبادات ولكن كمان الإخلاص في العمل والمعاملات خاصة في الوظائف اللي هي بتمس مصالح الناس طبعا طبعا السؤال هنا إزاي نربي النشأ الصغير على فكرة الإخلاص في العمل وفي مقابلها عدم رياء الناس في الحقيقة ده سؤال مهم وده مهمة خطيرة إن إحنا نربي جيل أبناء ده على إنه هم يبقى عندهم رقابة ذاتية يبقى تربية الضمير الشخصي يبقى هو بيعمل مش عشان خاطر خايف من بابا أو خايف من مامته أو خايف من المدرس أو خايف أو خايف وبيعمل لأنه مقتنع بده وبيعمل لأنه ربنا طلب منه ده ومقتنع أنه ربنا طلب منه ده في القصة المشهورة اللي هي إن واحد من المشايخ طلب إدي لكل ولد من الأولاد طائر وطلب من كل واحد منهم يدبح الطائر بتاعه في مكان محدش يشوفه فيه فرح كل واحد منهم يدبح الطائر بتاعه في المكان في مكان بعيد يعني ورجع ولد من الأولاد بالطائر بتاعه زي ماهو فقال له ما دبحتش ليه فقال له أنا ملاقيتش مكان محدش شايفني فيه فالولد كانت عنده دي كان متربية جواه قال له كل ما روح مكان أستشعن ربنا شايفني وانت قلت لي محدش شايفك فخلاص مش لاقي مش لاقي دي فكان دي مهمة جدا عند الولد ده فالشيخ عرف ان الولد نجح في الاختبار وان التربية دي فرقت معاه ما ليش أنا عايز السؤال هنا ده بقى الاخلاص ده طبع ولا تطبع يعني هو الولد بطبعه مخلص ولا نتاج التربية اللي عملها لان هو اعتقد ان باقي الاطفال عملوا المطلوب منهم بمنتهى الاخلاص وسعوا جدا انهم يعملوا المطلوب منهم فالسعي ده ده شيء اكيد هم اتدربوا عليه علشان يقدروا يوصلوله ولكن هذا الطفل المنافسي يعني اعتقد ده شيء نابع منه هو شيء نابع منه تم تحفيزه من قبل الاهل والأسرة بان فيه ربنا سبحانه وتعالى يرانا مطلع علينا دائما ربنا اني مش مش شرط اني طالما البشر مش شايفيني يبقى انا كده خلاص محدش شايفني الرقابة الذاتية عند الانسان والرقابة الالهية واستشعرها دائما ان ربنا سبحانه وتعالى دائما رقيب علينا في كل امور حياتنا ده بيعطي للعمل استمراري يعني ده بيعطي للعمل استمراري وده بيخلي كمان وده من التأثيرات الايجابية للاخلاص ان العمل اللي فيه اخلاص بيستمر ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل والنمازج على كده كتير جدا وكمان اللي عنده اخلاص نقطة مهمة جدا بيلاقي تأييد في اوقات الشدائد والمحن من الله سبحانه وتعالى بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى معاه في وقت الشدة فمن كانت للاخرة تهمة جعل الله غناه في قلبه وجاءته الدنيا وهي راغمة وقصة بتاعت التلاتة اللي كانوا ماشيين في الصحرة والدنيا مطرت عليهم مطر شديد فدخلوا يحتموا في غار فانكفأ عليهم من الغارة سد فكل واحد قاله نعمل ايه تاب كل واحد يشوف عمل عمل لله مش لحاجة تانية عمل خالص لله يدعي ربنا به يمكن ربنا يفتح ويفرج عنا ده فكل واحد منهم جاب قص جاب حاجة عمل عمله فكل واحد كما بيدعي ربنا يقول يا ربي ان كان العمل ده خالص لوكك الكريم فرج عنا فتنفرج الصخرة فكان الإخلاص معهم هنا كان الإخلاص معهم هنا في وقت الشدة فان ربنا سبحانه وتعالى ما بيسبش حد كان متقي ومن يتقي الله يجعل له مخرجة ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسر وكمان حتى كمان يعني مصداقة لقولك فضلت الشيخ حتى كمان في الأعمال الخير الواحد يجي يوم القيامة يلاقي عنده أعمال مثل جبل أحد وهو يكون مثلا تصدق بشق تمرة المعاول هنا الفرق هنا هو الإخلاص حد من السلف الصلاح بيقول ما سبقكم أبا بكر وعمر والصحابة بكسرة صلاة ولا صيام ولا عبادة ولكن بشيء وقر في قلبهم هو أن نخلي الحياة كلها خالصة لله سبحانه وتعالى فأنا لما باشتغل أنا باشتغل لله سبحانه وتعالى ولما بنام بنام لله سبحانه وتعالى ولما بأكل نخلي الحياة الطبيعية دي اللي هو أنطبق فيها المعنى بتاع الآية الكريمة اللي قلناها في بداية اللقاء قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي أخلي الحياة كلها لله هروح ألاقي أجر كتير جدا على حاجات كنت أعملها عادية وبناس يهمة كانوا عاملينها عادية بس أنا خدت عليها أجر لأن كل حاجة في الدين ده سيدنا النبي قال تبسمك في وجه أخيك صدق فده صدق لما أنوي بقى وعمله لله يبقى أنا كده بأخد صدق والكلمة الطيبة صدق وجبر الخاطر صدق دي حاجات دي أنا بتكلم على الحاجات اللي بدل الله تكلفه شيئا أضعى في الإيمان يعني بس شيخ بالله إحنا موجودين على الأرض يعني ما إحناش عايشين في المدينة الفاضلة إزاي الواحد يقدب نفسه ويجبر نفسه على إنه هو يتدرب على في بعض الأحيان مش مخلص ولكن نيته إنه عايز يعملها لأن إحنا عارفين إن إحنا مضغوطين وضغوط مادية وضغوط في الوقت وقد في بعض الأوقات أو في كثير من الأوقات لنحسن العمل إزاي نقدب نفسنا ونربي نفسنا إحنا قبل ما نربي أولادنا على إن إحنا نبقى مخلصين في شغلنا في الحقيقة سؤال مهم جدا إنه الإنسان بيجاهد نفسه دايما إنه الإنسان ما ينفعش يسيب نفسه بماشي يكاد بيجاهد نفسه اللي هو إيه كل عمل بعمله أنا أنا هشتغل النهاردة عشان كخاطر رضى ربنا سبحانه وتعالى أنا هطلع النهاردة أزور فلان هطلع النهاردة أود فلان المريض الفلاني هتصل بفلان لله سبحانه وتعالى فحلاقي كل شوية بنسى فحد يذكرني أو أنا أذكر نفسي إنه ده لله إنه بأعمل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى بأعمل ده مخلص لله سبحانه وتعالى مش رياء ولا سوم على إنه اللي بيعمل للناس بعد فترة الناس نفسها حت تنسى اللي عمله وبعد كده هتلاقيه بيزعي. هتعوز أكتر منه. كمان مش هتلاقيه بكتافية. هتعوز أكتر. وحينسوا ويعملوا بمعاملة عكسية. فدايماً اللي بيعامل الناس أو بيعمل الخير للناس عشان خطر الناس. فيلاقي الناس بتعملوا معاملة عكسية فيحصلوا إحباط. ومش يعمل الخير تاني. وما يستهلوش. طيب لو عملتوا لله. هم بقى قبلوا بالإساءة. قبلوا بالإحسان. هم قبلوا ما قبلهوش. أنا عملتوا لله. ومش فرق معايا. هم ردهم. فدي نقطة مهمة المجاهدة اليومية. إنه الإنسان كل يوم كده يرجع نفسه. وأنا عملتوا لله. ولا أنا أعمل دي ليه. أنا عملتها عشان خطر إيه. فدي نقطة مهمة جدا. وإحنا بنضرب نفسنا عليها. قبلوا بنضرب أولادنا عليها. شكراً شكراً جزيلاً فضيلة الشيخ بلال خضر. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شكراً جزيلاً شعرفتوا. سعدت بحضراتكم.